اليوم رح نبدأ نحكي عن الـ Gas Liquid Systems اللي فيهم One Condensable Component وهلأ رح نفهم شو يعني هذا الـ Special Case اليوم بهذه المحاضرة بنغطي الـ One Condensable Component بعدين نعمل الـ Expansion للمفهوم تبع الـ Gas Liquid Systems Add Equilibrium ليكون في عندي أكتر من One Condensable Component فهلأ بحكي لي أنه Systems containing several components فهلأ بحكي من المفهومات من المفهومات من المفهومات من المفهومات من المفهومات كثيرا في عنا Systems بيكون عبارة عن مفهومات من المفهومات لكن من كل هذور الغاز بيكون عندي بس أكتر من المفهومات موجود بقابل لإنه يسير له الـ Condensation ويتحول للـ Liquid أسهل شغلة وأبسط واحد مرينا عليه بـ Shutter 4 كثير اللي هو الـ Flu Gas ذكروا الـ Flu Gas كان يتكون من كثير من الغاز مثلا الـ CO2 والـ N2 والـ CO وممكن يكون بقايا من مثلا الـ Methane اللي ما احترق الـ Methane اللي ما احترق كل هم هذور الغاز وبكون فيه كما معنا H2O بين هذور كلهم إذا عملنا Condensation على الظروف العادية اللي ممكن تكون موجودة في الـ Industry غالبا إنه الإشي الوحيد اللي بيصير له Condensation هو H2O فهذا مثال بسيط وفيه منه كثير زيه بالـ Industrial Processes هلا الـ Separation processes that involve such system بإنكلود إما Evaporation أو Drying أو Humidification هذور كلهم بيصير في عنا ترانسفير للـ Liquid بالـ Gas Phase أو العكس بيصير في عنا ترانسفير لـ هاي الماتيريال من الـ Gas Phase لـ Liquid Phase زي الـ Condensation والـ Dehumidification واللي بيصير في عملية عكسية فبالتالي هذور العمليات زي ما حكينا احنا أصلا كل الـ System اللي نحكي عنه بيكون في عنده انتقاء لـ Species من One Phase لـ Another Phase بهذا الـ System بشكل خاص احنا نحكي انه بس عندي One Component that can transfer من One Phase لـ Another Phase اللي هو الـ Condensable Component هذا فمثلا لو كان عندي Liquid Water بيصير في مكونات الهواء همعرفت المكونات للهواء هي عبارة عن ناشروجين أو أكسوجين سم CO2 سم H2O هو عم يحكي لهذا الـ Dry Air يعني ما في عندنا H2O and that the temperature and pressure in the system are kept constant at 75 degrees Celsius and 760 mM حددنا الـ Temperature والـ Pressure تبعت هذا الـ System هو Dry Air لانه بحكالي اول اشي بمعنى حكالي Dry Air معناه Partial Pressure لا، الـ H2O ستساوي 0 نحن نعلم أن Partial Pressure ستساوي موضوع المكونات فبالتالي هنا لما ندخل الـ Water معنا أن الـ Water على 75 degrees Celsius ستبدأ تبخر وبعدين تزيد الموضوع المكونات في الـ Gas وبالتالي تزيد Partial Pressure لأنه Partial Pressure يعتمد على موضوع المكونات فنحن نعمل تبخص وتزيد الموضوع المكونات لـ H2O في الـ Gas وبالتالي نرفع فيها Partial Pressure فلما تبدأ هذه العملية وتنتقل الـ H2O من الـ Liquid Phase إلى الـ Gas سوف نصل في النهاية بعد موقع محدد لـ Equilibrium حتى الموضوع المكونات في الـ Gas حتى الموضوع المكونات في الـ Gas حتى الآن بعد فترة ينتقل كمية كافية من الـ H2O حيث تعمل إشباع الهواء ونصل لمرحلة للـ Saturation لما نصل لهاية المرحلة لا يصبح لدينا أي تغير بالـ Composition مع الوقت لا بالـ Gas phase اللي نكون من الـ Air زائد H2O ولا بالـ Liquid phase بهاية الحالة لما نصل لهاية النقطة نسمي هذا الـ Gas phase يبقى عن Saturated with Water ما يعني موجود فيها أكبر كمية ممكنة تتحملها من الماء من الماء من الماء من الماء ونحن إذا زدت عليها أي شيء إضافي لا تستطيع أنها تحمله ونحن تطرد أو تطرد برا الـ Gas phase كما قلنا الـ Gas phase وهو مصنع ومسنعه الـ Saturated Vapor اللي هو موجود في الـ Gas phase لكنه بهاية الحالة مع الـ Liquid phase من الماء من الماء من الماء من الماء من الماء ونحن تطبقنا في هذه الماء الأكوليبريم لاحظوا أن لدينا 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 وعندنا لدينا لدينا ونحن الماء من الماء من الماء من الماء من الماء فهلا في فضلكم لدينا تربط بين وماء 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 مجرد أن أحدد اثنين منهم أحدد الرقم التارثة أو الماء بقول أن أحتاج عدد الماء 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 حتى يمرة هنا يمرة الماء غاز. And if the vapor is the only species that would condense if the temperature were slightly lower. يعني المادة هاي هي المادة الوحيدة لقابلة لأننا نصلها تكثف. Condensation. هاده بقول لي انه بعني لي انه الpartial pressure of vapor in the gas P-I equals the pure component vapor pressure P-I star of T at the system temperature. إذا كان وصلنا لمرحلة انه saturated vapor موجود في هذه الـ gas phase. وانه ما في عنا اي تغير عن بسيرج. وصلنا لمرحلة الكلبريم حيث انه كل الكمية ممكن تطلع من الـ H2O تروح على الـ air. خلاص طلعت وما في دع تغير بالcomposition مع الـ time. فإحنا هيك نكون وصلنا للقاعدة انه الpartial pressure هاي بتساوي الـ vapor pressure. ليه الpartial pressure بتساوي الـ vapor pressure لانه هاد هو driving force. بظلنا احنا من يتطلع كمية من الماء لحد على الـ gas phase لحال ما نوصل لهذه النقطة. انه هاي نقطة الـ equilibrium saturation. فهذه العلاقة اللي بتقول لي انه الـ partial pressure. اللي بقدر احسبها من المال fraction times total pressure. زي ما اتعلم له في chapter 5. هذا الجزء اللي هو من هون لهون انه هو انه الـ partial pressure بساوي الـ vapor pressure. هذا بسميه راول سلو. وهذا الـ special case من راول سلو زي ما حكينا. اللي هو بس لما يكون عندي single component condensable species. هنعمل expansion زي ما قلنا بالsection اللي بعده ونفهم انه كان عندي اكتر من component او species قابل لانها تصير لها condensation. كيف بيكون شكل هاي المعادل. لكن حاليا بنفهم انه الـ partial pressure بساوي الـ vapor pressure لهاي المادة اللي هي وحيدة قابلة لانها تصير لها condensation. تمام؟ فهلأ اللي زي ما قلنا ونركز على كلمات اللي هو الـ equilibrium and saturation. A gas in equilibrium with a liquid must be saturated with the volatile components of that liquid. زي ما نحكي كلمة اكوليبريم معناته انه liquid phase in equilibrium with the gas phase ومعناته انه الـ gas phase is saturated by the volatile components الموجودة في الـ liquid. فهلأ الـ partial pressure of a vapor at equilibrium in a gas mixture containing a single condensable component cannot exceed the vapor pressure of the pure component and the system temperature. اذا اكتر ايش يمكن يوصفه الـ partial pressure لأي component موجودة بالـ gas phase هي الـ vapor pressure لهاي الـ component على هذه temperature limit system. اوكي؟ وبالتالي سقنا نحكي احنا انه الـ partial pressure بيضالها زياد 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 حيما توصل للـ vapor pressure. لما الـ partial pressure بتسوي الـ vapor pressure زي ما قلنا بنحكي انه الـ vapor is saturated او اي محاولة الى زيادة الـ partial pressure اما باني ازيد الـ vapor على الـ gas phase او اني ازيد total pressure لانه احنا عرف ان الـ partial pressure بساوي من الـ fraction في الـ peak. او مثلا زدنا الـ yi عن طريق اضافة مور من هذا الـ vapor على الـ gas phase او زدنا الـ pressure طالما انه الـ pi تساوي الـ pi star اي زيادة من هذا النوع راح تأدي لانه يصير له condensation للكمية الاضافية وتطلع من الـ gas phase ترجع على الـ liquid phase. اوكي؟ خلاص. دعني اضيف المواد اكثر. لكن بحالة انه احنا او يعني الـ pi star وحاولنا انه نزيد الـ pi ما راح نقدر ان نزيدها فعليا انه اي اضافة راح تنزل من الـ gas phase على الـ liquid phase. فهلا الـ vapor فهلا الـ vapor present in a gas in less than it is. its saturation amount is referred to as superheated vapor. فا اذا اسمعنا كلمة superheated vapor بفهم انه انا لسه ما وصلت لمرحلة الإشباع. أنا بمرحلة أن البرشل لسه أقل من البرشل لسه. فأنا إذا كنت في هاي المرحلة وأنا بدي أوصل للكندنسيشن فإحنا عندي الواي آي في البي أقل من بي آي ستار في التين. فإنه أنا يائما بدي أزيد هذا الترم أو أقل لهذا الترم عشان أوصل أنهم يسيروا يساويوا بعض. فأوصل للكندنسيشن. فممكن أني أزيد البرشل زي ما هم بيدي عندكم هون. فأني عندما لكم البريشن لهذا السيستم أو أزيد الكمبوزشن أو الموال الفرأشن الكمبوانت اللي عندنا يا البولاتايل. أو الحل الآخر أني أقل للتمبرشل. لأن إحنا إذا قللنا التمبرشل ما نحققها للبي في البرشل. وممكن مساعدها أوصل من البي في البرشل لالبارشل. أي سؤال؟ طيب. كل هم الصلاحات. مهم أن نفهمها ونفرق بناتهم. زي ما حكينا أبوش وشي يعني مرتبطة بالأكلبريم. شي يعني محلها. أننا لسه موسط للأكلبريم هاي. وأننا لسه أقل من البي في البرشل. الأشي الثاني إنه إذا كان عندي غاز. إذا كان هناك غاز. أنه يكون جزي محلها عمليا في البرشل. أول نقطة بوصلها بتكون فيها الـ Vapor Saturator يعني بتصير عنا أن الـ Vapor Pressure بتساوي الـ Partial Pressure هاي الـ Temperature اللي بوصلت لها هي اسمها الـ Due Point فالتالي الـ Due Point of the Gas هي الـ Temperature اللي بتكون عندها الـ Vapor Pressure لهذا الـ Condensable Component بيساوي الـ Partial Pressure لهذا الـ Component في الـ Gas الفرق بين الـ Temperature اللي أنا بديت منها و الـ Due Point بسميها الـ Degrees of Superheat يعني ممكن يعطيك أنت بالسؤال الـ Due Point أو بقولك إن هاي هي الـ Temperature تبعت السيستم وهو أت مثلاً 5 Degrees of Superheat يعني أنا بعرف من هذا الحكي إنه الـ Due Point هي أقل من الـ Temperature تبعت السيستم بخمس درجات فمثلاً كانت حرارة عندي إياها 75 فأنا بعرف إنه لازم أنزل للـ 70 عشان أوصل لـ Condensation فالـ Degrees of Superheat هي قديش الفرق بين الـ Temperature و الـ Temperature System هاي هي علاقة اللي أنا لديه عليها قبل شوي إنه إحنا بدنا علاقة تربط لي بين هذول الثلاثة إيتم اللي هما Temperature و Temperature و More Fraction وبعدين أستخدمها بحيث أن أطلع أي واحد من هذول الثلاثة اللي أنا محتاج إيكم تمام؟ فهلا كيف بدأ أستخدمهم هذول الثلاثة؟ أنا محتاج الـ Temperature عند كل الـ Temperature فبحتاج Table أو Graph أو Equation relating الـ Temperature مع Temperature وعشان هيك المرة الماضية مرينا على Classy Skeletor Equation أو Antoine Equation أو Cox's Chart هذو كلهم مصادر مختلفة بدأ أستخدمها عشان أحسب منهم الـ Temperature at any temperature مع الرؤوس له هذول الثلاثة ما بعض الرؤوس له هذول المعلومتين ما بعض بقدر أني أحسب أي شيء بحتاجه من هذول الثلاثة إيتم أو الثلاثة components إذا كنت بعرف اتنين منهم تمام؟ فهلا نحكي عن شغلة تانية مرتبطة فيها برضو وضوع Evaporation هلأ زي ما شفنا قبل شوي بالمثال بس كنت أحاطيكم إياه الـ Evaporation شو بحكي؟ حكي أنه في عندنا انتقال لـ Molecules من الـ Liquid phase لـ Gas phase فالMechanism of Evaporation of a Liquid تتم من شكل أساسي على relative values of the vapor pressure of the liquid and the total system pressure فأنا قديش الفرق بين الـ Vapor pressure وتبقت هذا الـ Liquid مع الـ Total pressure of the system بحديد اللي هو ميكانيزم تبقى الـ Evaporation إذا الـ Evaporation takes place at a temperature such that الـ Vapor pressure أقل من الـ Pressure الـ Total pressure الـ P capital هي Total pressure للـ System الـ P star هي الـ Vapor pressure إذا كانت الـ Evaporation عم تسير على temperature هاي الـ Temperature الـ Vapor pressure تبعتها أقل من الـ Total pressure هاي قول عنا الـ Transfer of molecules from the surface of the liquid to the gas above the surface فكل ما زادت كمية الـ الـ Liquid في الـ Vapor pressure ممكن نوصل للـ Equilibrium لكن إذا كان عندي الـ Vapor pressure بساوي Total pressure فشو اللي بيصير؟ إنه بسي عندنا Vapor bubbles from bubbles from throughout the entire liquid بتكون عندي bubbles من الـ Vapor جوه هذا الـ Liquid و بالنهاية بكون كأنه الـ Vapor هاي عم ينتقل من الـ Liquid للـ Vapor و بنفس الوقت الـ Liquid نفس الـ Component هاي برجع على الـ Liquid فهون بسي عملية الـ boiling لما نشوف نحن نحط أي ماء على النار ونحطها على النار تجد أنها أكيب الأول في كونسة باردة عندما تسخن، خاصة من عند الجدران في كونتينر اللي نحن نحط فيها الماء تبدأ أول إيش يصير في عندنا بابلين فنجد أن البابلز تسير وفي الآخر تتقع على الجاز فيه هذه هي عملية البويلينج تتم لما تكون الـ vapor pressure تساوي الـ total pressure لذلك نحن يجب أن نرفع الـ temperature لحد معين بحيث أنه عند هذه الـ temperature تكون الـ vapor pressure تساوي الـ total pressure بالـ system اللي حولينا هذه الـ temperature اللي بتوصل فيها الـ vapor pressure للـ pressure هي اسمها الـ boiling point اللي نحن نتعلمها دائمًا والـ boiling point اللي يصير في عنها تبخر صح، لكن هي، لماذا يصير عنها تبخر؟ لأن الـ vapor pressure توصل الـ total pressure لهذا الـ system فبالتالي، إذا كان عندي single component system يعني كل الـ system يكون من single component الـ liquid مثلًا، ووتر أو أسيتون أو إثنون أو أي شيء الـ total pressure بتساوي الـ vapor pressure أنه هي الـ total pressure بتساوي الـ vapor pressure عند الـ bubble عند الـ boiling point فمنها بقدر أحدد قدي الـ boiling point أنه عن طريق أني أسخم مثلًا لحد معينه عن هاي النقطة بقدر أقول أنه هاي هي boiling point تبعد هذا الـ system على هذا الـ pressure بالـ boiling point متبضل في شكل كبير بالـ pressure طيب، كفيني أحكي، أنا هلأ دوركم بهذا test yourself If water is in equilibrium with liquid water must the vapor be saturated شو رأيكم؟ إذا كان عندي water vapor in equilibrium with liquid water Water vapor و liquid water وتلين in equilibrium هل الـ vapor بهاي الحالة يكون saturated؟ شو رأيكم؟ منهم in equilibrium قلنا دائما كلمة equilibrium مرتبطة بإيش؟ Saturation، معناته إذا كانوا in equilibrium معناته إشمالهم؟ Saturated معناته saturated، صح معناته الجواب يس Can a vapor be saturated if there is no liquid present in the system؟ يعني إحنا عنا system في عنا بس vapor هل ممكن يكون هذا vapor saturated إذا ما كان في عندي liquid تحته؟ شو رأيكم yes or no؟ نشرح الحكي نائبي شو رأينا شو رأينا؟ إنه saturated vapor ماذا معنا؟ بكون in equilibrium مع liquid لكن إذا ما كان فيه liquid هل بقدر أحكي إن هذا saturated vapor؟ إيش شرط إذا كان عنه saturated؟ شو رأينا؟ لذي يكون إيش؟ إذا كان الـ vapor pressure بساوي total pressure معناته إذا كان الـ vapor is saturated حتى لو ما فيه liquid حتى لو كان كل الـ container بهذا الشكل وهذا الـ vapor pressure لهاي المتيرة الموجودة هون بتساوي total pressure معناته إحنا برضه الجواب بيكون إنه يس ممكن يكون الـ vapor saturated إذا ما كان فيه عندي liquid موجود في هذا الـ container هون أوكي؟ موارحة فكرة؟ يعني مش لازم يكون فيه عندنا هون إنه هاد saturated vapor يس هلأ هول saturated مش لازم يكون يعني two component بعض ولا هيك؟ مصبوط طيب إذا كان غاز لحاله كيف إيش الإشي اللي مع عشان يصير saturated؟ مش غاز لحاله هو عبارة عن condensable component هون موجود مثلا فيه واحد ثاني un-condensable مثل ناترجن أو أي شيء بس هادة دي هون هل ممكن يكون saturated هل ممكن هذا نسميه إذا ما كان فيه عندي هاي الليكود الموجودة تحتها هذا هو فكرة عرفت كيف؟ يعني إحنا عنا one component condensable other non-condensable species موجودة في الغاز هذا الـ vapor ممكن يكون saturated إحنا قلنا إذا بسميه saturated vapor من التعريف اللي حكناها بالأول إنه الـ water in the gas phase is referred to as a saturated vapor بس هي الـ water الموجودة هون هدوه النقاط الموجودة هون الـ water molecules تسميهم saturated vapor إذا كنا وصلنا لمرحلة الإكوليبية والشرط طبع إنه نوصل لمرحلة الإكوليبية في هاي الحالة إنه الـ vapor pressure بساوي total pressure أوكي وضحة الفكرة سؤال التاني بقولي The vapor pressure of acetone is 200 mm mercury at 22.7 degrees Celsius Liquid acetone is kept in a sealed flask at 22.7 degrees Celsius and the gas above the liquid contains air and acetone vapor at a pressure of 960 mm mercury إذا جابوا لي إنه هذا حكي بساوي P star at the temperature of the system فالأول سؤال بقول لي أدي الـ partial pressure of acetone موجود عندها حرارة 22.7 موجود in equilibrium وهذا في الفلاسك الفلاسك مكون من أو بيحتوي على air و acetone فكم الـ partial pressure of acetone هي نفس الدكتور الـ vapor pressure بضلط هي نفس الـ vapor pressure البتساوي 200 إذن الـ partial pressure of acetone بتساوي 200 mm mercury إذن الـ partial pressure of acetone بتساوي 200 mm mercury ميكوري بديم بقول لي أدي الـ partial pressure of nitrogen شو رأيكم إحنا total pressure 760 total pressure high 760 mm mercury نكون من acetone وير وين الـ nitrogen طيب؟ وين الـ nitrogen؟ بالـ air بالـ air وهي عنا 0.21 oxygen و 0.79 nitrogen طيب قدي الـ partial pressure of acetone 200 طيب كم الـ partial pressure تذكروا إحنا حكينا total pressure بسبب مجموع partial pressure مصبوط من chapter 5 هاي مش من هلا فإحنا إيش في عندي في؟ عندي acetone و air عفوا فإحنا إذا عملنا أنكي إنه الـ P total بحكي الـ 960 والأسيتون 200 ما نتقدش الـ partial pressure للـ air بزرط 760 هاي للـ air بس أنا ما بديل الـ air بديل الـ nitrogen شو بدأ أقول؟ لأن الـ nitrogen partial pressure للـ nitrogen هي 0.79 ضرب 760 760 كل الـ air لكن الـ nitrogen هو 99% من الـ air من الـ air ما نتقدر بـ 970% بالـ 70% بيطلب معي الـ partial pressure للـ nitrogen تمام؟ ما هو مال مال fraction من الـ مال مال من نفس هذه المعادلة صح؟ إنه قلنا الـ partial pressure 200 total pressure مال بهاي الحالة What assumption have you made in answering the preceding question؟ شو إحنا هون عملنا assumption embeddedly embeddedly اللي هي إيش إنه إحنا عم نفترض إنه بس عندي الـ water هو الـ condensible وإنه الـ air اللي عم نحكي عنها موجودة هي dry air إنه عملنا المكسينج هذا مع الـ air ما كان في عنا other condensible المتير اللي هي بس عندي acetone هلا How would you determine the boiling point of the acetone assuming a constant total pressure of 960 مليمتر ميركري كيف بدأ أحدى ال boiling point of the acetone بهذا السيستم عن طريق هذا السيستم إنه هو total pressure بتساوي 260 شو قلنا هلا؟ نرجع هون ال boiling point عند ال boiling point كانت تكون total pressure بتساوي ال vapor pressure فهلا بدأ أشوف إنه عند أي temperature بيكون عندها ال vapor pressure شو بيساوي؟ ال total pressure اللي هو قديش؟ كم ال total pressure عندنا يا لوجين؟ كم ال total pressure عندنا يا شباب؟ 960 960 960 بزبطي أحلى فإحنا بنقول بيقولي هو اللي قانون إنه ال P اللي هي total pressure بتساوي ال vapor pressure عند ال boiling point فإحنا بنندور لما تكون total pressure 960 وين التمبرتشر اللي عندها ال vapor pressure بتساوي 960 التمبرتشر تبقيد أعرف هاي من علاقات التربطة بين ال vapor pressure وال temperature زي ما قلنا Antoine equation أو Cox chart أو أي شيء من هذول الأشياء بروح على مثلا Antoine equation بعوض بعوض بال vapor pressure اللي هم ال constant اللي عندنا A و B و C وبعدين بشوف دي قيمة T اللي بتخليني ال vapor pressure هذا بيساوي 960 هذه التمبرتر بتكون هي اللي هي boiling point بت هذا system تمام؟ عيز تفسار طيب سؤال الثالث suppose you have a curve of P star H2O versus T أعطاني معلومة إنه والله في عنا curve البطلة بين ال vapor pressure للماء مع temperature and you are given the temperature and pressure of a mixture of water and non-condensable gases في عنا gas mixture من الواتر وكل الأشياء الثانية non-condensable فهلا بحكي شو هي the due point حين بدر أعرفي إياها شو حكينا ال due point رجع لكم على السلايت تبع ال due point شو هو التعريف تبع ال due point يب شو رأيك يا نور الفرح فرح شو هي تعريف ال due point مرت عليكم قبل لما يصير فيه saturated بالضفط هي temperature مش pressure هي temperature أوكي هي temperature اللي بنوصل عندها إنه بتساوي ال vapor pressure يعني بيصير عندنا saturation لكن إيش هي بضبط هي temperature أتويتش ال vapor pressure بيكون ال vapor بيكون saturated ورياضيا ال vapor pressure بتساوي pressure طيب Would the vapor be saturated or superheated إذا كانت التي نوت اللي هي initial temperature تبعة السيسم أكبر من التي اللي هي due point بيها الحالة هيكون saturated ولا superheated بكمني معي superheated بالضبط لأنه لسه فيه عندنا مجال لسه بدي أرفع temperature لحد ما أوصل إلى saturation إذا كان تي نوت بتساوي دي ال due point بهي الحالة شو بتكون لا بيكون هون saturated بيكون هون saturated بيكون هون saturated إذا كان عندي التي نوت أكبر من ال due point معنات أنا عن superheated لازم أبرده عشان أوصل لل due point وأبصير عندنا condensation هو superheated هو مسخم بزيادة هاي شو يعني superheated أوكي نبطوها بهاي الشكل إن حرارته أعلى من حرارة due point أما إذا كانوا متساوي معنات أنا عندي saturation بيصير عندنا إكوليبريا أوكي لؤي يعني لؤي معي لؤي المعادلات أنا بدي أحط لكم المعادلات هون أنا إحنا saturated لاحظوا إيش إحنا saturated يعني في عنا هاي العلاقات إنه بتاوي المعادلات بتاوي المعادلات اللي بتاوي المعادلات في المعادلات هاي أوكي هو بسألني كيف بدأ أحسب المعادلات كيف بدأ أحسبها yi في هاي الحالة شو بتساوي دكتور البرشور أه على سي تدفع هاي رأول سلوم دفتولكم يا هون عشان بضلكم شايفينه الpartial pressure بي اي بتساوي المعادلات في total pressure وبساوي المعادلات لهذا الكمبونت عند هاي التنك في ترتبة السيستم فإحنا بدي المعادلات المعادلات كيف بدأ أجيبها هاي هزا دكتور احنا بنحط اللي هو المعادلات أوكي المعادلات المعادلات وهون المعادلات أيوا بأخذ هاي الجزئية هاي هاي هون أنا بدي أحساب المعادلات ومحكي لي أنه أنا أعلم شو هي المعادلات عندي الكيف اللي ببطلي بين المعادلات والمعادلات عمد وبدي أروح أشوف قديش المعادلات للواتر عند المعادلات التي هي التي تبعها منها المعادلات منها فتطلع قدين مول فراكشن تمبارك الووتر في هذا المكتشر. تمام؟ إذا بطلع الفيبر برشور عن السيستم تمباركشر بقسمها على التوتل برشور أو السيستم توتل برشور فتطلع معي قدين مول فراكشن. طيب. ما سيحدث مع الفيبر اف؟ يو. هيتد جاز ايزو باركي. يعني ثبتنا البرشور ورفعنا حرارة السيستم. هاي العلاقة مطبقة. هاي العلاقة مطبقة. الواي اي في البي توتل بساوي البي اي ستار في التي توتل. احنا عنا هون ميكتشر موجود من الغاز لزعلي. كله موجود في الغاز فايز لكنه ساتوريشن. إذا رفعت الحرارة شو بيصير؟ الحرارة على إيش بتأثر من دول الأشياء؟ الحرارة على إيش بتأثر يا جميعا؟ الواي في الواي في براف؟ لا الحرارة. خلصان انتوا لا لا وحنا مسكر. الكونتير المسكر. ما عم بزيز مادة عليه. كونتير المسكر بس عم برفع الحرارة. فالحرارة شو تعملي بالفي بير براف؟ بتكثفة. بتزيدة. الحرارة لما أزيد التمبريتشر رح تزيد معي إيش الفيبر برشور هون فلما أزيد الفيبر برشور بتصير هذا الجهة أكبر من هاي الجهة هل حيتغير إشي هون إذا كان الفيبر برشور أكثر من التوتل هل بيصير في عنا إشي تغيير معين القاز أو الفيبر بيصير له كندنسيشن لما أرفع التمبريتشر لا لا إذا لا شيء سيتغير الفيبر حيضلوا فيبر طب إذا عملت كولينج لهذا الجاز إيزو بريكلي شو بيصير بهاي الحالة نفس البرشور لك عملت كولينج طب إذا تنزيل حرارة بدي يقل الفيبر برشور تمام وبالتالي لما تقل الفيبر برشور شو بيصير عنا بالسيستم بدرجع للإكوليبريف كيف بدرجع للإكوليبريف عن طريق إنه إيش هاي قلت أوكي فعشان نرجع للإكوليبريف هذي أقل من هاي زارت عندي الواي آي في البي توتل أكبر من البي آي ستار لما نزلنا الحرارة فعشان نرجع للإكوليبريف قلنا شو لازم نعمل بهاي الحالة هذا بده قل هذا صح عشان إحنا هو بدرجع يوصل للإكوليبريف الإكوليبريف يعني عملنا ويكري كمبريس لغاز إيزو تيرمي يعني ثبتنا التمبرتشور لكن عملنا كمبريشن يعني رفعنا البرشور هلأ بهاي الحالة شو هيصير عنا صارت عندي البرشور هون عن بزيدها فبالتالي هذا الترم يأي آي في البي برضو رجع من هنا ثانية صار أكبر من البي آي ستار في البي عشان أرجع للإكوليبريف برضو شو لازم يصير كندنسيشن كندنسيشن ليش كندنسيشن عشان برضو الواي آي يتقل إنه البي زالت التمبرتشور ثابتة ما بد ما بس فيه تغير عليها فبالتالي لازم الواي آي تنزل عشان تقلل لهذا الترم ويرجعوه مرة تانية بتساوي إذن إذا بهاي الحالة عملنا كمبريشن على نفس التمبرتشور آيجو تيرميلي بيسلوا كندنسيشن آخر إشي إذا عملت إكسبانشن of the gas آيجو تيرميلي رفعت الليلة للبرشور بهاي الحالة شو بدي يصير ولا إشي الليلة للبرشور يعني الواي آي في البي الواي آي في البي أقل من البي آي ستار صارت التمبرتشور ثابتة لما هذه الحكي وهون البرشور قلت فإحنا ما بقدر أزيد الواي آي لأنه مسكر فبالتالي ما رح يتغير إشي حيضلو الغاز في الغاز فيز لكن حيصير على حرارة ضغط أقل غير قابل لالكوننسيشن أوكي طيب آخر فرعة التالت إذا كنت تتعرض مول فرائشن من الوضع كيف تتأكد مول فرائشن من الوضع أنا بقل في مول فرائشن بدي أحسب الوضع فعلى أجل اللي أدور دور على الوضع اللي هي التمبرتشور اللي عندها بتكون الوضع بتساوي الوضع يعني بدروب المول فرائشن في التوتال اللي هي الوضع بدور على التمبرتشور اللي عندها الوضع تبع تبع تهين المادة اللي هي H2O بتساوي الوضع لإلها أوكي هاي التمبرتشور بسمينه هي الوضع الآن آخر إشي أكزو معي إذا كنت تتعرض مول فرائشن من الوضع كيف تتعرض المول فرائشن إذن أنا أعطاني قدي السوبر هذول كلهم أشياء مهمة يا جماعي ستلاقونكم هاي من المشكلة مرات يعطيكم ديو بوينت مرات يعطيكم ديو بوينت كل مرات يعطيكم مهلومة مختلفة فأنا عارف كيف تتعامل معهم واحدة واحدة فإذا أعطاني ديو بوينت شو حكينا ديو بوينت يعني كم درجة هذا الوضع موجود أعلى من الوضع من الوضع تبعته فبالتالي أنا الوضع كيف سوبرهيت اللي هي عند التمبرتر بدي أطرح من هاي التمبرتر كم دقري سوبرهيت عشان أعرف أدي إحنا الساتوريشن تمبرتر أو الوضع بقول تي ناقص تي سوبرهيت هاي هي التمبرتر اللي عندي ها الساتوريشن عند هاي التمبرتر بشو قدش الفيبر وعند هاي الفيبر مطبق راول سلو عشان أشوف قديش المول تبعت الووتر بهذا الجاز إذن التمبرتر تبعت السيستم تي ناوت بدي أطرح منها الدقري سوبرهيت مش هل يطلع معي التمبرتر اللي بصير في عندها ساتشوريشن فالواي آي بقول إنها بتساوي الفيبر عند هاي التمبرتر على التوتيب وعند التوتيب وفتلكم معروفة مش قدر أحسب المول فراكشن شكرا